عنوان قضية التربية بالقدوة يأتي الطفل إلى هذه الدنيا فيرى أن والده ووالدته هي كل الدنيا بالنسبة إليه وبالنسبة إليه أبوه أعلم الناس وأمه أفهم الأمهات هذا كل طفل عندما يبدأ بالإدراك من صغره تتملكه هذه الحالة بطبيعة هذا الطفل يرى أبويه نافذتين على هذه الدنيا عدهم علم كثير عدهم معارف هائلة عدهم آداب عظيمة كل طفل هكذا يرى أبويه فيبدأ يتعرف على الدنيا على مفاهيمها على ما يجري فيها على الخير والشر على الصلاح والطلاح على الأمور المختلفة من خلالهما ما يرى في بداية الأمر أن هذين الأبوين الأبوين الذين يعلمان بكل شيء هما نافذتاه على الدنيا هنا يبدأ دور الأبوين وأهميته إذا بدأ في نقل المفاهيم الخاطئة له إذا بدأ في نقل الأخلاق السيئة له المعاني غير الحسنة سواء في الأمور النظرية أو في الأمور العملية بدأ هذا الإنسان لا يعيش الحقيقة حول الدنيا ولعل هذا يشير إليه ما ورد عن نبينا الأعظم محمد كل مولود يولد على الفطرة وإنما أبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه يعني يرى الدنيا وحقائقها وأفكارها من خلالهما فإذا نقلوا إلى الفكر اليهودي أصبح يهوديا أو الفكر النصراني صار نصرانيا أو الفكر الديني الصحيح صار كذلك نقل إليه الأخلاق السليمة أصبح بهذه الصورة إلى الآن كل ما امتد به الزمان تأسس على هذه الأسس السليمة فيما بعد يقل تأثير التوجهات المنحرفة فيه وأما إذا من البدايات لا سمح الله ولا قدر سمع الكلام السيئ رأى السلوك السيئ في هذه الحالة يصعب من جديد أن يوعظ يخطئ من يتصور أنه أنا أريد أبنائي هادئين في البيت وأنا إنسان عصبي ومنفعل لا تحاول لأنه يرى الطفل يرى ما هو صحيح فيما تمارسه وفيما أمارسه لا فيما أقوله له أنا أقول له لا تصير عصبي وأنا نفس كلامي هو عصبي هو في داخل نفسه يقول إذا كانت العصبية غير جيدة هو ليش يتكلم بالشكل العصبي إذا صرت أنا منفعل وغاضب ما إلحق بعد ذاك الوقت يجي ويعاتبني أنه لا تصير عصبي ولا تصير غضوب وماكو داعي زين أنت ليش تصير هكذا قد لا يمتلك الجرأة ولا يمتلك اللسان لكي يحاج والده ولكن في داخل نفسه تكون مثل هذه الأمور الطفل في أول أمر أصلا ما يعرف شيء باسم الكذب لا يعرف ماذا يعني الكذب متى يعرف الكذب عندما يجي شخص وراء الباب دق الباب فأنا والده أقول له كما صنع ذلك الرجل أقول له روح قول له أن والدي ما موجود في البيت وهو هم يجي على براءته يقول له يقول لك والدي هو ما موجود في البيت طيب فذاك أهم يحمله رسالة قول له والدك داخل البيت جزاك الله خير هنا يبدأ يعرف أن هناك شيء آخر قد لا يعرف أن هذا كذب ولكنه يعرف أن هذا شيء غير حسن أبو داخل البيت موجود حملني رسالة حتى أقول لهذا الطارق أنه والدي ما موجود في البيت ذاك الوقت يبدأ يفهم شيء ما يعرف اسمه ممكن بعدين رح يعرف أن هذا يسمى بالكذب ولكن يعرف أن هذا شيء غلط مو صحيح لا يكشف عن الواقع أنا بهذه الطريقة أنا درسته الكذب أنا علمته الكذب أنا علمته الكذب بكرة إذا إذا سوى شغل إذا كسر الكاس طيب وخاف من العقوبة وإجأ سألت من كسر الكاس يتداعى إلى ذهنه مفهوم الكذب أنه خلقوا الأخوية أو هو الكاس طاحب روحه وانكسر لن يجد في هذا شيئا سيئا لأنه رأى من أبيه نفس هذا السلوك أبناؤنا لا يرون الأخلاق في ألسنتنا وإنما يرونها في سلوكنا بهالمقدار اللي يرى أباه صادقا يرى أباه حليما أول ما يقبل منه الخارج يلقي السلام على أمه على أبنائه يفتهم أن هذا شيء جيد ويروح يكرره في مكان آخر ويشوف ذاك البعيد والد يأتي إلى البيت صم بكم لا سلام لا كلام لا تحية والزوجة لا سمح الله أيضا نفس الكلام معدها قدرة حتى على قول أنه الله يعينك وأن الله يساعدك وما أدري الله يقويك طيب هذا يتعلم هذه الصورة أن هذه الصورة صورة طبيعية أما إذا علمناه على صورة أخرى صورة المحبة صورة الكلام الطيب صورة صلة الرحم يأتي ويشوف والده مثلا يقبل جبين جدته أو جده والده الأكبر سوف يرى أن هذا شيء حسن هو نفسه كرره مع والده المباشر أما إذا لم يرى ذلك حتى لو قدت لبوس جبهتي وقبل ما أدري جبين أمك لا يرى أن هذا شيء من الأشياء المعتبرة لأنه لا يرى نفس هذا الفعل في ذلك الإنسان الذي هو الأب أو الأم فأولا ينبغي التفكير في التربية بالقدوة ماذا نريد أن نصنع في أبنائنا وأي شخصية نريد أن نخرجهم خل نطبقه في البيت الهدوء مني ينتج الهدوء فيه والعصبية مني تنتج العصبية فيه والمحاجج واللجاج مني ينتج نفس ذلك والعنف والشدة ينتج نفس ذلك وفي المقابل الأخلاق الحسنة والطيبة والكلام الطيب والمجاملة وما شاء وإظهار المحبة إذا رآني مثلا أقبل والدي هو رح يقبلني رآني أقبل زوجتي هو أيضا يستشعر هذا الحنان ويرى وجود المحبة بين أبيه وأمه ويقدر هذا المعنى ترجمة نانسي قنقر